أصفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط أكثر من 100 طن سكر تمويني ودقيق بلدي مدعم من قبل المسؤول ومالك مخازن بلدية ومخازن بهدف بيعها بالسوق السوداء جاء ذلك استكمالا لجهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية في شتى صورها لسيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لسيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية أصفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع مدريات الأمن عن ضبط أكثر من 123 طن سكر تمويني ودقيق بلدي مدعم تم الاستلاء عليها من قبل عدد من مسؤول ومالك مخابز بلدية ومخازل للسلع الغذائية بهدف بيعها بالسوق السوداء ما يعد استلاءا على أموال الدعم المخصص لها بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وقنة كما تمكنت الإدارة من ضبط نحو 70 طن السلع الغذائية متنوعة تم حكبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة ونجحت في ضبط قرابة 32 طن أرز شعير مجهول المصدر قام سنان من مالك مضارب أرز بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية عصفرت حملات الإدارة عن ضبط قرابة 20 طن حلوى مولد وسلع غذائية أخرى غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤولين عن سلاسة مخازل تجارة السلع الغذائية بالسويس والمسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى بالقليوبية وتمكنت من ضبط قرابة 32 طن أسماك ولحوم ودواج ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الأدمي بعدد من سلاجات حفظ السلع الغذائية ومطاعم ومصانع وجبات جاهزة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس ونجحت في ضبط نحو 17 طن مواد غذائية ومخللات وملح طعام غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية ومالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بالبحيرة الإدارة تمكنت من ضبط خمسة أطنان أسميدة زراعية مجهولة المصدر قام مالك محل لتجارة الأسميدة الزراعية بالشرقية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول كما تم ضبط ثلاثة أطنان أسميدة غير صالحة لاستخدام الزراعي بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسميدة الزراعية بقنة ونجحت الإدارة في ضبط ثلاثة عشر طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها قام بتجميعها مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول كما تم ضبط ثلاثة أطنان أعلاف حيوانية غير صالحة لاستخدام الحيواني بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالغربية الإدارة تمكنت ومع استمرار حملاتها لضبط الجرائم التمونية من ضبط خمسة وثلاثين طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالسويس ونجحت الإدارة في ضبط ثلاثين طن أسمنت وحديد تسليح تم حكبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بنطاق محافظة المنوفية وتمكنت من ضبط نحو مائتين وتسعة وخمسين ألف لتر مواد بترولية تم تجمعها للإتجار بها وتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بعدد من محطات لتموين السيارات بالقاهرة والسويس كما تم ضبط ألفين استوانات بوتجاز قام المسؤولان عن مستودعين الاستوانات البوتجاز ببني سويف والقليوبية بالاستلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء وأصفرت حملات الإدارة في مجال ضبط جرائم حجب السجائر عن البيع بالأسواق والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا عن ضبط مائة وستة وخمسين قضية بإجمال مضبوطات أكثر من تسعة وثمانين ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع ونجحت الإدارة في ضبط مليون وستمائة ألف قرس أدوية ومكاملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية بصيدليتين بالقاهرة